يلا يا جنودي هاينا انا دخلت الى ساحة المعركة واليوم بدي قاتل الاسكيلاتون العملاق المرعب اللي الكل بخاف منه هاينا وضعته بداخل هاي البيضة ولما حطه على الارد هون رح اهجم عليه وبصراحة انا ما بعرف مين رح فوز لانه هذا قاتلوه جميع الابطال وخسروه ولكن انا رح احاول انه فوز نعم يا سيدي دير بالك بس بطلت جاك لانه بيحكوا انه هذا الاسكيلاتون هو قسكيلاتون موجود بالعالم ويعني عنده قدراته طاقة مش طبيعية هو حجمه عملاق وما بمسك قوس بمسك اش غريب يعني بطلق منه الاسهم اقوى من القوس بكتير فدير بالك احنا بدنا اياكوا ما بدي اياك تموت بترجاك يا سيدي سبيدر مان خلاص لا تخافوا انا بعرف القتال والان بدي احطه على هاي الارض و بدي اشوف يلا بو بيو يلا القتال بوم ايه ضرب قوية كتير والله شو وادة بس انا لازم ادامره تدمير بيو خد لك اي يلا ايوه يلا 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 يا سيدي باترة جاكوز على هذا الاسكيلاتون الشرير دير بالك طيرك دير بالك طيرك لانه هو بطيرك لبعيد لبعيد ايوه اوف دير بالك يلا ماشي بيو اي والله قوي جدا ولكن انا ما رح اخليه تعلون خد لك اي اي لا 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 شو رح يصيب بيو بوم ايوه شو هادة اللي سويته والله وضعت شباكل عن كبوت يعني بدون ما اموت تعالوا لهون يا زومبيز يعني انا ما قدرت له بصراحة ولكن انا على الاقل ما اموت يعني مش مثل الناس الضعفاء وانا رح ارجع ورح ادمره يلا خلينا اصعد الى الاعلى واحد اتنين تلاتة ايوه زي هيك يلا هنا صعت لعنده والان بدي احاول اقتله ها احد جنودي مات بسببه اوه يا سيدي لا انا موت بسببه خد لك هايني انا انتقمت خلينا بدي اساعد صديقي قوم قوم يا صديقي بترجعك ولا اتموت اه يا راسي خلاص انا بدي اوميني وما رح انا اموت مرة تانية مرحبا يا سيدي واخيرا هاين قضيت عليه انا ودمرته واصبح الان قطع متل ما انتم شايفين قطع صغيرة ما في اي حدا بشوفها يلا خلينا الم هاي القطع زي هيك وخلاص هاين اخدتهم والان دمرته تدمير رائع كتير يا سيدي والله انتقوا واحد يلا يلا جبنا لك هدية مميزة كتير لانه انتقوا واحد موجود بالعالم يا سلام هدية من جنودي والله رائع جدا شو هاي الهدية راح تكون خليني الان انا بدي اشوف يا سلام وين بدي احطه خلينا بدي احطه هون هاي شو هادا هادا يا سيدي تنين علشان تركب عليه والطير وين ما بديك يا سلام حلو كتير يلا خلينا طعمي هاي الاسماك زي هيك ايو صارح ابني خلينا انا اكل السمك كمان هاي والله لذيذة كتير ويلا تعال لوان يا تنين يا طائر بيو خلينا بدي احط عليه هادا السيرج وبدأ اضني الطائر بوم والله حلو كتير خلينا احاول اطلع منه النار كيف هذا بطلع النار والله ما بعرف اوف هيا النيران بتطلع منهون يا سلام اطلعوا كيف النار رائعة كتير بيو بيو والله رائعة جدا خلاص بكفي بدي انا انزل من هذا التنين خليك جالس بهذا المكان والان بدي انزل عند العائلة تبعتي لانه انا انتصرت فرحان كتير بيو زيك بوم ياي عائلتي اسبيدرمان الصغير واو يا بابا يا سلام والله شاهدتك وكن قوي كتير كن جالس بشاهد فيك كيف انت قضيت على هذا الاسكيلاتون عملاق ودمرته اه والله حتى انا كنت بشاهد فيك ايه بصراحة انت بطل الابطال يا اسبيدرمان شفتك وانت بتوجم على هذا الاسكيلاتون وكيف طيرك وكيف انت ما موت يعني بالمرة وضعت شباكل عنقبوت وانقذت نفسك من السقوط والله ما في اي حدا بالعالم بسويك حركات انت الاقوى بالعالم وانت هو بطل الابطال احنا بنحبك كتير وبدنا اياك دائما تروح وتكسر الاشرار تكسير ايوا يا بابا والله انك انت قوي كتير كتير بدي اياك تروح وتدمر كل الاشرار اللي موجوديني بهذا العالم خلاص ولا همك يا صغيري انا هو اسبيدرمان الاقوى بالعالم واني دربت الجنود تبعوني وارجيت زوجتي الاسبيدرماني وارجيت طفل الصغير ان اقوى واحد موجود بالعالم ولسه انا اليوم بدي ازور الكواكب اللي موجودة وانو بدي اتمره وبدي اشوف مين الاقوى فيها ولكن بالاول وين بدي اروح عند هذا الكوكب لا 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 بدي اروح على هذا الكوكب ايه شو هذا يعني بكرة اكتير بدي احرق هذا العالم بيه وهذا عالم امريكا وانا ما بحبه بالمرة خليني بدأ نزل زي هيك بوم هاين نزلت الى الاسفل اتفرجوا اتفرجوا عالم امريكا انا ما بحبها بالمرة والان انا بدي انزل وبدأ اشوف مين اللي موجود بهذا المكان او او شو هذا رأس السفارة الشرير ايوه نعم مثل ما انت شايف انا هو رأس السفارة وانا اكبر شرير بالعالم واليوم انا كنت مبحث عن حدا علشان بدي اضمره تدبير لان انا غاضب جدا جدا ايوه وانا كمان غاضب وبصراحة انت وجبة لذيذة يا سبيدر مان لانه انت طعمك مثل العسل وطعمك مثل العناكب العملاقة انا بحب اكل البشر وبحب اكل كمان العناكب اطلع اطلع كيف شكلي مرعب جدا وعلى رأسي سفارة كبيرة وهين انا هون ماسك هذا البشر بايدي وبدي احطه جوه السفارة تبعتي علشان بدي اكله جوه السفارة وبدي اطحنه هاي يا شرير انا ما رح اسمح لك تسوي زي هيك انا هو سبيدر مان اقو بطل بالعالم وانا بلقذ الناس وما رح اتركك تسوي اي اشي بدك اياه اسكوت اسكوت احنا بنعمل اللي بدنا اياه لانه احنا عائلة رأس السفارة اشرار جدا جدا اي انفكر حالة قوية انت ضعيف كتير وما بتقدر تعيش ساعة واحدة بداخل عالمي انا قوي جدا ولا بده يتحداني بدي يشوف القوة تبعتي والجميع شافني قديش انا قوي لا انت لا قوي ولا اي اشي بدك تتحدى انزل لها تحت ودخل بالبوابة وشوف التحديات وزا بتقدر تسويها تعالوا اجعلي لهون ايب ماشي انا بدي انزل وبده شوف التحدي هاي الاسم بتحكيلي التحدي موجود هون هايها موجودة بهاي البوابة رح ادخل بداخلها وراح انتقل الى التحدي وبعدها رح ارجع لهون وراح ادمر هذا الاسمه رأس السفارة يلا خليني بده ادخل بالداخل يلا بيو دخلت البوابة هاي شو هذا المكان عن جد مرعب كتير والله يما يما شو هذا اللي بصير بيو تعالوا لون انتو اشرار صحيح تعالوا خد لكاي لازم اقضى على كل الاشرار اللي موجودين هون اطلعوا معهم اسلحة وشو هاي الدجاجات الشريرة اشياء غريبة كتير تعالوا لون يا دجاجي خليني بده ادوء من اللحمة تبعة الدجاجي هاي بده اشوف ايه والله طعمها حار كتير لانه هاي مصنوعة من النار اوه اتسممت والله تعالوا لون بده اقضى عليكي هذا الدجاج الشرير والواحد مش لازم ياكل منه وانتو كائنات شريرة اكتر تعالوا خد لكاي بيو ايوه دمرتم ايني اي يلا هاي الجيش الكبير موجود بهذا المكان اي قتلوني والله ها 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 مضحك كتير والله شفتوا كيف سبيدر مان ما ادري يعيش بالعالم تبعي وطلعت انا اقوى منه بكتير سبيدر مان خسر بالتحدي والفايز هو رأس السفارة اكيد واليوم انا بدي اخد اجنحتي اجنحة الطيران ولازم اروح بدي اروح على الكوكب الاخير القتال راح يكون بيناتنا اليوم ما بين الكوكب الاخضر والكوكب الاحمر وما بين الكوكب الازرق هذا هاي الكوكب الاول هذا اللي باللون الاخضر انتهى والان بدي احاول انهي هذا الكوكب اللي باللون الازرق و بدي اشوف مين اللي موجود بداخله بيو يا الله يا سلام غريب جدا موجود وان وحوش ولكن هي ما راح توجم علي لاني انا وحش متل هم وهم بيعرفوا انه انا شرير ايوا اتطلعوا وانظروا متل ما بتكوا انا ما راح اصيبكوا انا بدي اتحدى الرئيس اللي موجود بهذا الكوكب مين الرئيس ايه كريبار بدي اخفي هذا الكريبار بعد واحد اثنين ثلاثة بوم زيك ايو اختفى هاي بقوتي انا ايه وان خفيت هذا الكريبار يا مجنون هذا الكريبار كان صديقي انا وما كان شرير وكان بساعدني انه انا يعناجم على الناس الطيبين وافجرهم ما كان يفجرني انا ليش خفيته هاي بنصحك تطلع من هذا الكوكب لانه انت غضبتني كتير هاي اسكتوا توقف انا ما راح اطلع من هون انا راس السفارة وبأسناني وكمان بسماعات وسفارات اللي موجودة هون بطلق نداء غريب بصير الكل تتفجر الاعين تبعه وتتفجر ادنيه هاي انا واتنقا تنقا ما بصير فين اي اشي انا اقو واحد بالعالم هاي اطلع برا يلا هاي توقف ليش يك انت يعني كتير شرير هاي طلع على صورنا احنا اديش مرعبيا اطلع كيف على رؤوسنا بس يشوفونا البشر بوربوا بنا وبيموتوا من الخوف وبغمع لهم بنصحك انه انت تحمل حالك وتطلع من هون ايوة نعم لانه ان الولد الصغير غاضب كتير كمان اسكت يا ولد اسكت انت وياه تنقا تنقا ما بيمني انا انا راس السفارة واليوم بدي احطمكو تحطيم وين الزعيم تبعكو هاي الزعيم تبعكو كلب انا مفرجيكو شو راح اسوي فيكو ايي اسكت توقف انا اول كلب الشرير اطلع من هذا الكوكم طيب ماشي راح اطلع بس بالاول بدي اسوي الشغل وهي بوم زي هيك تعالوا كل ياتكو انتو بدي اقتل الجميع يلا انا راس السفارة اقوة شرير بالعالم و راح افوز بهذا التحدي بين الثلاث كواكب والامريكي راح يفوز بوم اطلعوا شو سويت فيه ويلا الان دوركو ههههههي souurger كيفك سوا هذا شرير كثير اهيه اه لا 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 بترضيك هاي بتردك لا قلت بنزح مك والله بمزح مك اهي ليش قتلتني ليشك والله حرام عليك هاي habit هو Гдеكوهي يالله يا مجانيا خبدوا هذه هاي دمرتم كل ياتهم بوم 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 تنقا تنقا اتطلعوا كيف شكله هذا التنقا تنقا ايش غريب جدا اتطلعوا كيف راسه متل حبة المنقاية وهذا رأسه طويل جدا واني برقص وهوني هي ابو التنقا وعي جد التنقا وعي التنقا ولكن اين قضيت عليهم والان بدي اخرج من هذا المكان بكفي الفائز هو الكوكب الامريكا كيد لان انا هو اقو واحد بالعالم بوم شو بسوي هذا التنين والله غريب قاليني بدك تسر الاراسه زيك ليش ما بصير في اي اشي والله هذا شكله غاضب اي اخدعص على راسي هذا التنين وانتصري الكوكب الاخضر والله